السلام عليكم يا شباب معنا نهار ضمن عزيز ومهمة برضو موضوع اسمه الفيمورالشيث ايه موضوع الفيمورالشيث انسان موضوع موضوع بص اس ايدي ارسم حاجة الخفيفة دي الثاية عندنا ميديل ولاترال كان في عندنا لجامنت اسمه الانجوائينا لجامنت كنت قلت له قبل كدة مرة انه ورا الانجوائينا لجامنت بتعدي اللي بتعديه ما بين الابدومن وبين اللورلنج فإز بوسمعه دهل في مرة الارتر في جامبل في مرة الوين بالشكل الآن يبصوا على الفيمراء الارتر والفيم وهنا معدين عشان يدخلوا للور لمب لأن في حالهم فيبرس شيس كده بيغلفهم بالشكل مش بيغلفهم كلهم ده بيغلف الأبر 1.5 إنش إنش غنص بشكل قمعي بشكل ده كده فقالك بس يبقى هو ده الفيموراء الشيس بتاعني دي الشيس بتغلى في الفيموراء البيزلز وشكلها فانل شابد عند الأبر 1.5 إنش من النوم طب لو انا هتكلم عن الفيموراء الشيس نفرور هتكلم عن اي كده زي ما احنا بنتكلم دايما هتكلم عن الديفينيشن تعريفة لان لسا ايه دلوقتي بعد كده هتكلم عن الباندرز اي حدود الفيموراء الشيس دي بعد كده هتكلم عن الباندرز بعد كده هتكلم عن بعد كده هتكلم عن التقسيم تقسيمة الفيموراء الشيس احنا قلنا تعريف الفيمرال شيس كرفي نشيس بتحد او بتعمل سراوندين بتلف حوالين الابر 1.5 انش او سواء ارتري او فين طبعا زي ما انتو شايفين كده الفين بيبقى ميديل شوية والارتري بيبقى لاتراليلوه طيب عشان قدر اكتلم عالباوندريز انا هرسم رسمة كده خفيفة الابدومين بص كده معي انا برسم شخص من الجنب بالنسبالي ده الانتيرو الابدومين الوول بتاعه ده الانتيرو البرتر the lower limb ده منطقة الباتوكس بتكمل مع lower limb بالشكل ده بص يا سيدي في الابدومين الانتيرو الابدومين الوول يبقى الانتيرو الابدومين الوول بفاشية اسمها الفاشية transversalis فاشية transversalis فاشية transversalis الياكا وباردو الفاشية الياكا بتكمل حوالي 1.5 انش بص بص بقى كده فين الفمورالشيس بتاعي الفمورالشيس بيتقام بشكل ده في المنطقة دي كده دي الفمورالشيس يعني من قدام بتبع كمالة الفاشية transversalis و من وره كمالة الفاشية الياكا و ده الانتيرو الابدومين الوول و ده البستيرو الابدومين الوول طب تعالوا كده بص بص البيزلز هتلاقيهم مشين فيها ده الارتري و ده البي طب تعالوا نرسم الجزء ده كده لو قلنا هنا ان دال في مره الارتري ميديا اللي هيبع عندي يبع عندي في مره البي بهذا الشكل فعلا ياسيدي الفاشية بتعطي بالشكل و دمهم في فاش دي كده اسمها فاشية transversalis و وراهم في فاش اسمها فاشية فاشية الفاشية اليوكا الفاشية transversalis و الفاشية اليوكا بيتحده ميديالي و بيتحده لاترالي عشان يعملوا الميديال و والوف ده كنال واللاترال و والوف ده كنال بيقلفوا الفيزلز بالشكل ده كده فيبع عندي اللاترالي و الجنب ده جنب ميديالي اللاترال باوندري والميديال باوندري بيتكونوا باتحاد الفاشية transversalis قدامه الفاشية اليوكا سواء على الميديال سايد او على اللاترال سايد طيب بالنسبة للفونكشن احنا كده كلامنا على الديفينيشن و كلامنا على باوندريس ايه فايدة الفاشة دي او ايه فايدة الفيمورالشيس بصة سيدي و انت اعكده على المكتب و انتقرسي بتاعك مش الو فروض انت تبقي رجلك دي في فضع فليكشن الثاي بتاعتك بتبقي فضع فليكشن طب الفيزلز اللي ماشي وورى الانجوائنا الليجام أنت دي مش طبيعي انها لما رجلتي يبقى فضع فليكشن الفيزلز دي حصلها كين كين تتني لانهم عاديين وورى الانجوائنا الليجام انت جايين من الابدمون وازلين للثاي فلما يبقى منطقة الهيب جوينت عاملة زاوية تسعين هذه الفيزلز دي هدى الثانياتها وراء الانجوائنا الليجمنت وراء الحاجات الستركتشرز اللي مشى فى المنطقة دى ممكن تقفل للفيزلز التانية دى تقفل الفيزلز بدلا ما يبقى بدلا ما هو ماشى ستريكل هيبقى تسعين درجة فممكن الفيزل دى يتقفل فقال لك وربنا يا راكي خالق الشيس اللي مشى عواليه ده عشان يعملوا حاجة اسمها سليبري موفمنت حركة انزلاقية ينزلق تحت الانجوائنا الليجمنت من غير ما يتقفل يعنى لو ده الانجوائنا الليجمنت الفيزلز يتعدي من تحته كده تنزلق مع حركة رجلك وهو بيحصلها فليكشن واكستنشن عشان ما يحصلشي لو كينكينج او كلوجن وكاونج وغلطط طب بيقولك ان الفيومورالشيس دى بتنقسم